أتلاتكم أدريه ده أنا بشوف أن سيميوني جاب آخر آخرهم يعني ما فيش أي موتيفيشن في وجهة نظري مش عارف تطافي ولا أنه يكمل معاهم لأن الراجل حقق كل حاجة ممكن يحققها أنا مش شايف دوافع جديدة مع أنه عنده سكواد أنا بشوفهم السكوادات الحوائية والأجهز طبعا أنه هو هو أقوى أقوى فرقة في إسباني وعنده دبث يعني مثلا ما عندهش المودلة كتير كوريا وعنده فلابي بره كوندوكبية بره فلابي بره مش عارفة هريرة بره لعيبة كتير قوي بره يعني وعنده حرس برما من الأفضل في العالم بس أنا بشوف أن على رغم تأهله السنادي أو رغم وصوله لدور التمانية أنا بشوف في أعتقادي أن هو لازم يختم السنادي مسيرته بقى في أتلاتكم مادريد ويدور على تحدي جديد أتواعي جديد متفين معك جدا واللي يقول يعني يدل على كلامك اللي أنت بتقوله فكرة أنه هو بداية السيزن وهو بيلعبها دلوقتي فكرة الثلاثة هو طول عمره سيميوني اربع أربعة أربعة اربعة اربعة اعتنين صارحة اربعة اربعة اتنين عادي وما تغيرهاش من ساعة ما سيميوني مسك أنا دي سياستي ودي طريقتي وده اسلوبي والليجاسي بتاعتي هو عملها والنجح بها بالضبط جدا هو حب ان هو يجدد الدوافع ويشتغل بطريقة مختلفة تماماً مقدرش يعمل ده سيميوني انا في رأيي ان كان فيه اكتر من موسم هو كان لازم ان هو يروح يمشي يمشي في رأيي اي قرار هياخده غير كده انا مش شايف ان هو من مصلحته بس بشوف ان هو في نفس الوقت هو اعلى راتب بالمدربين سيميوني بياخد راتب كبير جداً هو لتقريباً هو جوردي ولا اعتقد عالك لا اعتقد هو نمبر وان يعني اه 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 او هو مش اعتقد هو نمبر وان سيميوني من من حيث المرتب تاني حاجة اه 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 اتلتكو زمان كان المشروع قائم على سيميوني والسبورتس دايركتر ان احنا هنجيب لعيبة احنا اللي هنلم معها ونبيع ايه اصح الوضع بقى مختلف الوقت اللي بقى لدي بيسرف ويجيب بفلوس ضبط ده بمئة وعشرين مليون يورو طبعاً عايز تروح للابل ان انا خرجت من انا بكسب دور الاسباني انا واكسب تشامبيزليج انا عايز اكسب تشامبيزليج فطبعاً انت انت الفكرة دلوقتي اللي بقت موجودة او مش الفكرة الوضع الحالي لسيميوني واتلاكو مادريد لا انت بعيد جداً 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 عن متطلبات النادي وجامهيرو اشتركوا في القناة